اروي لكم عن قصات للمصطفى اذ قاما يوما في الجهاد منظيما رص الصوف فكمصى لا تتصفهم فكأنهم بنيان سد احكيما وتجول المختار بين صفوفهم فاذا بي شخص بينهم متقدما قد غير الصف القاويم خرجه نظر الرسول اليه ثم تبساما وبعودي غصن للصوف اعاده واعاد للصف القاويم تقوما قال الفاتح في رقات وتمسكون يشكو الى المختار منه تألوما المتني بالعودي يا خير الورى فاستغرب الجمع والغافير وهمهما ما ظنوكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حزا خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجناد قد ازهر الاسلام حبلا فيهما هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسالا ومعلما يعطيه ذاك العودة دون تردد ويقولوا خذ مني القيصاص مسليما واذا به في لهفات وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الضاما يشكو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجيما ويعاني قلبطن الشارفة بوجهه متبركا متمرغا كي يغنى ما يا ساده قد نانى حظا وفيرا أفقوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وادونا جيش ياسير عرام راما لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أو في سعير أضرما شعمل نقر شكرا 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 شكرا